السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء في المدرسة بطلاء نتكلم نكمل في مادة الفيزياء للصف التاسع تكلمنا في الحصة السابقة عن حالات المادة في هذه الحصة سوف نتكلم عن التمدد الحراري ما معنى التمدد الحراري هو التغير في أبعاد الجسم تبعا لتغير ترجط حرارته فإذا المقصود إذا زادت الحرارة بيزداد تمدد الجسم وإذا قلت الحرارة أو انخفضت الحرارة يبدأ الجسم بالتقلص نتكلم عن أنواع التمدد في المواد الصلبة والتمدد في المواد السائلة والتمدد للمواد الغازية في هذا الدرس سأتكلم عن المواد الغازية بالتفصيل في الحصة القادمة بالسائلة والحالة الغازية الآن ما المقصود أو ما هي أشكال التمدد في المواد الصلبة راح يكون شكله إما طولي وإما سطحي وإما حجمي ما معنى أو بداية راح نبلش التمدد الطولي أنا لما يكون عندي سلك هذا سلك نفرض سلك رفيع إلا أن ملء الشيء المميز له طوله فإذا كيف سوف يتمدد بشكل طولي فإذا مثل المثال نأخذ تمدد الأسلاك وعنده تمدد القطبان هلأ في كم بعد تمددت هي فقط في بعد واحد تمددت لأنه كان الشيء المميز لها طولها طيب الفكر أنه كلما زادت الحرارة يزداد طول هذا السلك فما المقصود بالتمدد الحراري هو زيادة في الطول الأصلي للجسم نتيجة ارتفاع درجة حرارته أخذنا هون سلك بسيط طوله 2 سم تقريبا أعرضنا لكمية من الحرارة فبدأ بالتمدد أنا حاولت أكبرها عشان تكون واضحة معكم فهذا المقدار كان زيادة في الطول السلك نتيجة تعرضه لكمية من الحرارة الآن ما هي العوامل التي يعتمد عليها التمدد الطولي للمواد الصلبة اللي في السلك أولا مقدار الفرق في درجتي الحرارة أثناء التصحين وقبله ما المقصود بهذا الكلام معنى الفرق تكلمنا على سابقا هي التغير له دلتة أي كم كانت دال واحد وكم أصبحت دال اثنين بعد التسخين أو أثناء التسخين فأخذنا هنا سلكين متوسط طوله 1 سانتي 1 سانتي تقريبا عرضنا الأول كان درجة حرارة وصفر زدنا في حرارته إلى أن أصبح 200 درجة سلسيوس أما الثاني كانت دال واحد وصفر طبعا عن نفس الحرارة عرضنا لدرجة 100 سلسيوس لاحظنا هنا الفرق في درجة الحرارة 200 ناقص صفر 200 أما هنا 100 ناقص صفر كانت 100 درجة سلسيوس بالتالي نلاحظ من التغير أكبر هنا بالتالي تمدده شوفوا كيف عملت لكها باللون الأحمر كان مقدار الزيادة والتمدد في طول السلك أكبر فالعلاقة شوف تحكي إنا علاقة طردية كلما كان الفرق في درجة الحرارة أكبر كلما كان التمدد أكبر كلما كان الفرق الهدلتة دال أكبر كان التمدد أكبر فهذا العامل الأول أما العامل الثاني فهو الطول الأصلي للسلك أي يعني كم كان طول السلك الأصلي أنا أخذت هنا سلك طوله حوالي 2 سانتي أما هنا أخذنا حوالي 4 سانتي برأيكم هنا في الفرق كان الطول أكبر فكلما زاد الطول الأصلي عرضتهم لنفس كمية الحرارة دال واحد هون كنت صفر عرضتوا إلى أن وصل لدرجة سلسيوس في السلك كان درجة الابتدائية صفر هنا مئة فدال تدال نفس الفرق مين اللي بيأثر هنا في العامل التمدد اللي هو طول السلك نلاحظ أن في الفرعبة أن طول السلك الأصلي أكبر فمقدار التمدد سوف يكون أكبر فالحلاقة هنا علاقة طردية آخر عامل اللي هو نوع السلس الفلس حيث أن الفلس تتمدد بمقادية مختلفة أي أن لكل الفلس تمدد خاص به تمدد الحديد يختلف عن تمدد النحاس يختلف عن تمدد الألمنيوم عن الفضة وهكذا لدينا سؤال صفحة 82 في الكتاب هنا في الكتاب يحكي لي السؤال لدينا شكلين طريقة التوصيل في الصيف وطريقة التوصيل في الشتاء نلاحظ من الشكل أن في الصيف عند مقام توصيل أسلاك الكهرباء لم يقوموا بشدها بالكامل حتى لما يتيجي فصل الشتاء تنخفض درجة الحرارة يبدأ نحن قلنا كلما انخفضت الحرارة يبدأ السلك أو المادة الصلبة هنا تتقلص تصبح بهذا الشكل السؤال المهم هنا ما الذي تتوقع حدوته لأساك الكهرباء لو قام المختصين بشدها جيدا في فصل الصيف يعني نفرض أنه هذا أجل هنا المختصون ركبونا هنا الأسلاك بهذا الشكل هلأ في فصل الصيف شدوها على الآخر شدوها على الآخر الآن ماذا يحصل نتوقع الإجابة لما يأتي فصل الشتاء ماذا يحدث للحرارة إحنا حكينا تنخفض فبالتالي هما كانوا شدينها على الآخر بالمعنى فلما أجت الحرارة وانخفضت كمية الحرارة أتى الشتاء عفوا وانخفضت الحرارة بدأت الأسلاك تتقلص فمن المحتمل أن تنقطع في فصل الشتاء واضح؟ في عنا استقصى صفحة 84 من سلث الكتار أنا حاولت أرسم لكم هنا هون رسمة بمبسيطة أملت لكم شريط طنائي ما المقصود بالشريط الثاني أي أنه يحتوي على فلزين مختلفين كما في الشكل هنا عمنا الفلز واحد من الأعلى كان بحديث ممكن نختار أي نوع سلك فأنا اختلفت لكم يا حديث والشريط الفلزي الثاني كان من نوع النحاس أعطيتكم هنا ملاحظة حكيت لك أن النحاس يتمدد بمقدار أكبر لأنه له معامل تمدد أكبر أما الحديث يتمدد بمقدار أقل كونه معامل تمدده أقل الآن حتى نفهم مين عم بتمدد أكثر ومين بيتقلص أكثر حاطت لكم النقطتين تاليات عن الفلزي الذي مقدار تمدده أكبر مين كان بالشكل اللي هو النحاس إذا زدنا حرارته فإنه ينحني أكثر سوف نجده خارج القوس سوف نجده خارج القوس أما عند انخفاض الحرارته فإنه يتقلص أكثر سوف نجده داخل القوس هلأ بنفهم هذا الحقي أما الفلزي الذي تمدده أقل منه كان هنا بالشريط الثنائي الحديث إذا زدت حرارته ينحني أقل بوجده داخل القوس ولما بخفض حرارته بيتقلص أقل نجده خارج القوس السؤال الأول بيحكينا من أسلت الكتاب أي الفلزين تمدد بمقدار أكبر عند التسخين هذول الفلزين سخنتهم يعني شو عملت رفعت في درجة الحرارة إحنا قلنا الفلز واحد حديد والفلز اثنين نحاس حكينا الفلز اثنين معامل تمدده أكثر أو مقدار تمدده أكثر فبالتالي لما أسخنه كيف رح يكون شكله يكون شكله خارج القوس كما تكلمنا في القاعدة هنا فنجد أن النحاس تمدد بمقدار أكبر ويكون خارج القوس كما في الرسم التالي أما الحديد فهو معامل أو مقدار تمدده أقل فبيكون داخل القوس الفلزة التي تمدده أقل عندما إحنا ما زلنا في زيادة الحرارة لأنه حنقل يكون داخل القوس الفرع الثاني من السؤال بيحكينا وضح بالرسم كيف سيبدو الشريط إذا خفضت درجة الحرارة إلى ما دون درجة حرارة الصفر يعني هلأ بنخفض الحرارة ولا بنقل الحرارة لا عم نخفض الحرارة الآن الفلزين هذولة واحد تمدده كبير واحد تمدده المحاس تمدده كبير والحديد تمدده أقل القاعدة شو بتقول لنا لما أخفض الحرارة اللي تمدده اللي تمدده كبير رح نجده داخل القوس واللي تمدده أقل رح نجده خارج القوس كما في الرسم هنا فنلاحظ أن النحاس الذي كان معامل تمدده أو مقدار تمدده كبير سوف نجده داخل القوس لما أخفضنا هنا الحرارة أما الحديث المعامل تمدد أو مقدار تمدده أقل سوف نجده خارج القوس في هذه الحالة عند انخفاض درجة الحرارة فيرسم بهذه الطريقة السؤال الأخير فرح الثالث من السؤال إذا كان الشريط ملتفا بشكل حلز أرجوكم بالكتاب كيف كان عملنا بهذه الطريقة كان ملتف فإذا قمت بتسخين ورفعت من درجة حرارة برأيكم شو رح يصير فيه رح يقل تقوسه وقد يصبح مستقيم قليلا موسيقى